بدأت الدوريات في كل حتة في العالم إلا الدوري المصري لسه خلصان وحتى الآن مفيش شكل للمسابقة ولا أي رؤية واضحة ولا حتى التواريخ بالضبط المسابقة هتبتدي أمتى معاكم محمد فؤاد تعالوا نشوف التفاصيل وحلقة جديدة من الفلقصية الفترة اللي فاتت كتر قوي الكلام خصوصاً إن مفيش شكل واضح للمسابقة والمسابقة لسه منتهية من يدوب بأيام قليلة جداً مفيش تواريخ مفيش شكل واضح للمسابقة إزاي هيبقى نظام المسابقة مجموعة واحدة مجموعتين هل هتبقى على النظام السويسري هل هتبقى على النظام العادي لغاية دلوقتي مفيش أي تفاصيل عن المسابقة ولا أي حاجة ولغاية دلوقتي الحاجة عامر حسين ما جابش الشاي ولا جاب السكر عشان يقعد يشتغل على جدول المسابقة مع العلم إن في أحد البرامج طريق الإعداد 24 ساعة بس عمل جدول دوري كامل من الإسبوع الأول للإسبوع الأخير مع مراعاة التوقفات الدولية عندنا ارتباطات كتير جداً بالنسبة للأندية على المستوى الأفريقي وعلى المستوى المحلي عندنا ارتباطات كتير جداً للمنتخبات على المستوى الأفريقي وعلى المستوى العالمي من ناحية تصفيات كاس العالم خصوصاً إن المنتخب عنده تصفيات كاس أمم وتصفيات كاس عالم عندنا بالنسبة للنادي الأهلي في دوري السوبر الأفريقي كأس السوبر الأفريقي وعندنا دوري أبطال أفريقيا وعندنا كأس السوبر المحلي اللي هيتلعب برا مصر وعندنا كمان بالنسبة للبقية الأندية عندنا كأس الكونفيدرالية للزمالك والمصري عندنا بيرامدز بردو في دوري الأبطال الأفريقي كل هذه الارتباطات أعتقد أن هي هتأثر بشكل كبير جدا على شكل المسابقة وأعتقد إن هيبقى فيه حمل بدني زايد جداً على اللعيبة ممكن توصل إن هي تلعب ما بين خمسين لستين مباراة وده رقم كبير جداً جداً ما بيحصلش في أي حتة في العالم اللي إحنا عايزينه واللي إحنا طلبينه لأن الموسم ده موسم استثنائي ناس كتير جداً نادت إن شكل المسابقة يبقى على الشكل السويسري وإن هي تتقسم لمجموعتين أو إن هي تتعامل دوري من دور واحد أول تسع مراكز تقدر إن هي تنافس على البطولة وآخر تسع مراكز هي اللي تنافس أو تصارع على الهبوض طبعاً أهم حاجة في الموضوع ده هو ارتباطات المنتخب القومي خصوصاً إن إحنا عندنا دوري لسه ما بدأش وعندنا كمان مشكلة أكبر وهي انضمام اللعيبة الدولية تشكيل المنتخب أو لقايمة المنتخب خصوصاً بعد الصراع اللي حصل وإن حسام حسن طلب إن اللعيبة تنضم من 28 أغسطس في حين إن مارسل كولر وإدارة النادي الأهلي أصدروا بيان إن اللعيبة هتنضم في بداية من الشهر الجديد أو بداية من أول سبتمبر هنشوف إيه اللي هيتم الفترة اللي جاية هي أيام قليلة هنشوف هل هيتحدد شكل المسابقة خصوصاً إن صار واتس ويلم طلع اتهم الاتحاد الإفريقي صراحة إن سبب عدم انتظام تواريخ مسابقاته هو السبب في عدم انتظام مسابقة الدوري وإذا كان ده سبب ليه دوت ما أصرش على المسابقة في المغرب أو تونس أو الجزائر أعتقد إن الإجابة واضحة للجميع وهنشوف الأيام الجاية إيه اللي هيتم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة